ادراج صفحة فارغة طبعا كل ما اضغط كليك على هذا الامور رح تدرج لي صفحة جديدة وحتى اصعد الى الاعلى واضغط على اول صفحة واقدر اكتب بالصفحات البقية حتى احذف الصفحات اضغط على المفتاح backspace من الكيبورد رح يبتدي البرنامج يحذف لي الصفحات والاحظ ان الصفحات جاية تنهذف صفحة الول اخرى طبعا الاختصار لالامر اضافة صفحات اضغط على المفتاح control و enter رح يضيف لي صفحة جديدة اختصار لالامر صفحة فارغة من الاوامر اللي موجودة داخل برنامجورد اللي هي صفحة غلاف طبعا مجموعة تصاميم جاهزة البرنامج يصممهم وموفرهم متاحات للمصمن من ضمن هاي التصاميم تصاميم جميلة جدا مثلا هذا التصميم هذه الصفحة رح اوتوماتيكيا رح تروح بالصفحة الاولى ورح تكون غلاف مثلا نكتب عنوان لهذا المستند خلي نقول مثلا تعليم برنامج وورد السنة مثلا 2017 مثلا ناخذ مثال اخر صفحات جاهزة نقدر نتعامل اياها مثلا هذا الغلاف طبعا تعليم برنامج وورد اكتب المستند الفرعي نقول مثلا تأليف بها عبدالستار جبار وهكذا ممكن فد نبذة مختصرة نكتبها عن الكتاب بهذا المكان طبعا نقدر نغير الالوان يعني هذا الشكل مثلا اذا ما عجبنا اللون نقدر من تنسيق وتعبئة الشكل ومثل ما تعلمنا نختار اللون وممكن هذا الشكل نقدر نمطيه نفس اللون وهذا اللي هو النص نقدر نمطيه لون احمر وليكن ونقدر نتعامل بكل بساطة بناحية التوسيط ومن ناحية بولد ايضا نقدر هذا الشكل نمطيه توسيط صار عندنا هذا المستند مستند جميل جدا وصفحة غلاف جاهزة ممكن نستخدمها طبعا حتى احذف كل شي كونترول اي واضغط باق سبيس باق سبيس رح يحذف لي كل الصفحات وكل المعلومات اللي مكتوبة بالصفحات ويرجع لي صفحة وحدة بيضة فارغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر